لو انت زي حالاتي بتحب الخيار والفلفل المخلل تعال اقولك ازاي تعمليهم في البيت وهتاكليه منه بعدها ب24 ساعة شايفين الجماعة خيارية كده مقرمشة وبتقطميها كده تلاقي رونها من جوه مسفر طعمها حلوي جدا الفلفل كمان مستوي السواء المزبوط وهقولك ازاي تحافظي عليه حتى لو قعد عندك شهر شهرين ولا حيتهري ولا حيحصل له اي حاجة اول حاجة بنجيب كمية الخيار والفلفل اللي احنا عايزينهم طبعا بنخسلهم غسلة تكون محترمة واي خضار سواء بقى حنتبخه حنحطه في التلاجة او حتى حنخلله لازم ننقعه كده في مية بخالي لمدة ربعة ساعة علشان نتأكد ان هون دي قادي كمية الخيار والفلفل هخليهم بقى جمبي على جمبي وحبتدي ان انا اجهزهم انا علشان الخيار بتاعي يستوي بسرعة بشير الجزء اللي فوق واللي تحت وبديله فتحة صغيرة خالص تبقي اهمية الفتحة دي بتخليه يتخلل بسرعة لو انت مش متعجلة عليه خلاص يبقى تحطيه زي ما هو كده سليم من غير ما تقطعي الجزء اللي فوق واللي تحت ولا كمان تعملي فيه الفتحة بس بصراحة الفتحة دي بتخليه يقعد يوم واحد في المية او بالكتير يومين وهتاكلي احلى واجمل خيار مخلل وهيفضل معيك مقرمش وهقولك بقى على سر التدبيلة او طريقة التحديق الحلوة بتاعته المزبوطة خلاص انا هخلص كل الكمية بنفس الطريقة ولو نفسك تتعليمي اكلات تكون جديدة ومخللات وحلويات وكل حاجة كده تكون متنوعة فانا النهاردة جايبالك تطبيق حلو جدا التطبيق ده مخصص لكل الحلويات وكمان لكل الاكلات هسيبلك اللينك بتاعه في اول تعليق شو فيه وممكن تحمليه على تليفونك بيشتغل كمان من غير نت وهتستفدي منه كتير خلصت كل الكمية جبت البرطمان بتاعي كان نديف وناشف كويس جدا هبتدي بقى ان انا ارص الخيار والفلفل انا بحط شوية خيار وبعد كده شوية فلفل يعني مش بحط الفلفل من تحت او الخيار من تحت لأ انا بحط كده كوكتيل يعني بحط حبة من ده على حبة من ده علشان لما اجي اطلعه يبقى الخيار والفلفل مع بعض هنحط بقى كل الكمية وبحاول كده اضغط عليه بايدي علشان انزل الخيار على ده والخيار أصلا بينزل المياه بتاعته الزيادة جوه مية التخليل فحتلاقيه أصلا بعد ما عد عليه مثلا يوم هتلاقيه نزل شوية على تحت حملة بقى البرطمان لحد اخر حتة علشان اقدر اخل الكل الكمية اللي معي شايفين اهي؟ وشاء الله كمية كبيرة جدا اي مية باستخدمها للمخللات لازم تكون مية مغلية وباسبها لحد ما تبرد بعمل ايه؟ جبت المية بتاعتي حطت عليها حوالي نص كبية من الملح وربع كبية من الخل حدوبهم كويس جدا ولا بحط بقى شطة ولا بحط ورق لوري ولا اي حاجة اهي دي التحديقة الحلوة او طريق تدبيل الخيار المخلل هنغطيه بالمية بتاعته مية عليها ملح وخل بس كده مفيش اي افتكاسات تاني وانا من الناس اللي مش بتحب تحط الطوم على الخيار المخلل لاني بحس ان هو ريحته قوي جدا بصراحة مش بفضل ان انا احط عليه طوم ولا هريسة شطة ولا اي حاجة هو انا متعودة اعمله بالطريقة دي وكمان متعلمة الطريقة دي من مامتي ومتعودين نعمله على طول كده وبيكون طعم وحلو جدا طيب مستعجلة عليها عايز تكلي منه تاني يوم هتحطي له مية تكون سخنة شوية يعني هتغلي المية تسيبيها لحد ما تهدأ والدواب فيها الملح والخل وتحطيها عليها وهي لسه سخنة شوية هتكلي منه بعدها با 24 ساعة طب انا هسيبه قد ايه بسيبه 3 ايام او 4 ايام حلقيه صفر بقى معايا والمخلل بتاعي استوى وبقى طعمه حلو من جوه من برا هتيجي كده تكساري الخيارية هتلاقي اللون من جوه بتاعها مسفر واخد نفس لون الخيار المخلل اللي احنا بنشتري جاهد عايزيكم تجربوا طريقة الخيار المخلل بطريقتي وانا واسقة ان هي هتعجبكم جدا وبقال فهنا عليكم مقدمة